نظمت رابطة الإنسانية لقاء مع مسؤولة حقوق الإنسان في البيعثة الهولندية بجنيف السويسرية شارلوت مارس لمناقشة خطر الألغام البحرية التي نشرتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيين بشكل مكثف وخطارها على قوارب الصيد والصيادين والبيئة المائية والسلامة وحركة النقل البحري الدولي وأوضحت المنظمة خلال اللقاء الذي عقد في مجلس حقوق الإنسان أن الميليشيات الحوثية زرعت أكثر من مليوني لغم متعدد الأغراض ونشرها عبر مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية وبدون خرائط ما تسببت في تلوث بيئي غير عادي في أراضي الزراعة والماء والاحتطاب وقتلت وجرحت الآلاف من المدنيين وحولت البعض منهم إلى معاقين حركيا وأشار اللقاء إلى أن الألغام المائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية على طول السواحل في المناطق الساحلية التي تسيطر عليها في مياه البحر الأحمر تسببت هي الأخرى في تدمير العديد من قوارب الصيد وقتل الصيادين وتدمير البيئة البحرية في سواحل الحديدة كما تطرق اللقاء إلى وضع ناقلة النفط الصافر والمخاطر البيئية والبشرية المحتملة التي يمكن أن تحدثها الناقلة في حالة تسرب بقعة النفط الخام ومدى تأثيرها على المنطقة برمتها من جانبها أكدت ممثلة البعثة الهولندية أهتمامها بما تم طرحه من نقاط ووعدت برفع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بذلك إلى الجهات المختصة في لاهاي ترجمة نانسي قنقر